لم يغب رغيف الخبز يوماً عن السوريين رغم آثار الحرب على القطاع الزراعي وتراجع محصول القمح لأدنى مستوياته العام الماضي وسعت دمشق المساحات الآمنة شجعت عودة مزارعها إلى حقولهم وأبرمت صفقات توريد القمح سياسة حافظت على الرغيف لدى السوريين قالت نعمل خبز بالبلد كله وينما رحت أنا بلاقي خبز وما لاقي بالطرقان عن بيع وباخد بلاقي على الفرن باخد والله الحمد بدأ شكر الله الله نوعية الخبز جيدة جداً وما في صعوبنا جهد استثنائي تولته المؤسسة العامة للحبوب والشركة العامة للمخابز مخازن استراتيجية من الطحين تم الحفاظ عليها وفرت إمدادات المخابز العامة والخاصة يدبع للشركة العامة للمخابز أكثر من 250 مخبز حالياً العامل منها 175 مخبز بالحرب المشنية على سوريا تدمر أكثر من 100 مخبز حالياً عدنا نحن حوالي النصف تدعم الدولة الخبزة الغذاء الرئيسي للسوريين تكلف الربطة بوزن 1300 غرام نحو 278 ليرة ويتم بيعها ب50 ليرة رغم الصعوبات ورغم العقوبات الاقتصادية ورغم الشيء اللي عم نلاحظه عم نتأمن الدولة السورية رغيف الخبز لأخوة المواطنين عم نزرع عنا زراعة إن شاء الله الموسم هذا الحالي جيد وعنا ملتزمات كافة للملتزمات الرغيف الخبز وعنا نحن مخازين من أمن الأخوة المواطنين بحسب تقديرات تبلغ حاجة سوريا نحو مليوني طن من القمح سنويا استجرت نحو نصف مليون طن من المزارعين واستوردت الكمية الباقية حافظ رغيف الخبز بالحضور على موائد السوريين بالرغم من خروج مساحات واسعة من حقول القمح الخصبة عن السيطرة الخبز المدعوم أولوية نجحت الحكومات السورية بالحفاظ عليه بالرغم من تأثيرات سنوات الحرب القاسية محمد الخضر دمشق الميادين